قالت الهيئة الوطنية للتنمية السياحية في أوكرانيا أن قطاع الأعمال الفندقية تكبد خسائر بلغت 60 مليار هريفنا بسبب قيود الحجر الصحي وأشارت هيئة إلى أن نتائج الاستبيان الذي أجرتهم أخراً أظهر انخفاض إرادات أصحاب الفنادق بنسبة 40% لافتة في الوقت ذاته إلى الدعم الذي قدمته الحكومة للقطاع السياحي وذلك عن طريق تخفيض الضرائب إلى 7% هذا وتسعى هيئة تنمية السياحة في البلاد إلى إنشاء سجل موحد للفنادق بهدف تنشيط السياحة ومحاربة سوق الظل في هذا القطاع نأمل أن تتعافى السياحة الدولية في نهاية الصيف حيث سيمكننا إجراء دراسات لتقييم نوعية السياح وأعدادهم وبالتالي وضع خطة ترويجية مناسبة لجذب السياح والمستثمرين أيضاً اشتركوا في القناة